اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب خلال مشاركتها في جلسة برلمانات تراعي الفروق بين الجنسين من اجل الاستدامة والازدهار على هامش مؤتمر البرلمانيات في تشقند ان مملكة البحرين صنعت لها بصمة متميزة في اتاحة الفرص امام المرأة الامر الذي اهلها ان تتبوأ المناصب الرفيعة في ظل دولة المؤسسات والقانون وذكرت معاليها ان مملكة البحرين تمتلك تجربة غنية في مجال تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين ضمن اطار مؤسسي ونظم تشريعية متطورة ونوهت رئيسة مجلس النواب الى ان العدالة والمساواة بين الجنسين تمثل ركنا اساسيا لنهج رسمه صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه لكافة مؤسسات الدولة وضمن خطط واضحة اسهمت منذ مطلع الالفية الحالية حتى الان في عبور المرأة من مرحلة النهوض والتمكين الى مرحلة التقدم على مختلف الاصعدة وذلك في ظل اهتمام مستمر من قبل صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكا بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حيث حققت البحرين مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة ولفتت معالي الرئيسة الى ان البرلمانات يجب ان تأخذ في عين الاعتبار دوما عند سن التشريعات وتعديلها مراعاة لمبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين دون تفرقة او تمييز وان تعمل صلاحياتها في الرقابة على اداء الحكومات في ترجمة النظم التشريعية على ارض الواقع ترجمة نانسي قنقر